وصل تمرين الأسد المتاحب 2024 فعالياته بتنفيذ عملية تزويد جوي مشتركة للقوات الأرضية في موقع الانفتاح التعبوي لكتيبة التدخل السريع 91 إحدى وحدات لوي سمو الشيخ محمد بن زيد آل هيان التدخل السريع أمس الثلاثاء مع الجانب الكندي الصديق واجتملت العملية على تجهيز وتحميل وانزال طرود تحتوي على مواد لوجستية بواسطة طائرات من نوع C-145 تابعة لسلاح الجو الملكي وتم انزال الطرود في مواقع تم تحديدها من قبل فريق انزال تابع لكتيبة التدخل السريع 91 وهدفت العملية إلى اختبار قدرات سلاح الجو على تنفيذ عمليات الانزال في بيئات معقدة مناطق محدودة يستحيل بها التزويد الأرضي إضافة إلى اختبار تدريب فرق الانزال على توجيه الطائرات فوق مناطق الانزال المحددة وفي سياق متصل نفذت كتيبة المشات البحرية 77 ومجموعة الضفادع البشرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أمس الثلاثاء تمارين مختلفة مع الجانب الامريكي الصديق إضافة إلى محاضرات حول الإسعافات الأولية ألقاها فريق تفتيش السفن البحري VBSS وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجال البحري كما تم إلقاء عدد من المحاضرات حول حماية الميناء البحري ومنع التهريب والتسلل والقرصنة وعمليات الإخلاء الطبي للمصابين من المياه من جانب آخر نفذ لواء الأميرة عالي الآلي 48 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية عددا من التدريبات التعبوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة واجتملت التدريبات على الدوريات المشتركة ورماية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدريب على المواضيع الإدارية واللوجستية إضافة إلى التدريب الهندسي يشار إلى أن تمرين الأسد المتاحب هو أحد أهم التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي والدول الشقيقة والصديقة ويهدف إلى تدريب مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بشكل يساهم في تطوير القدرة على المواءمة بين الدول المشاركة في عدد من المجالات المختلفة